اشتركوا في القناة صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي بداية نقول اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلوا العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام يعني قبل ما نبتدي معاكم فقرات برنامجنا نحب نرحب بفريق العمل معنا اليوم في التنسيق ميرا لغفالي صباحك الله بالخير ميرا وأيضا في الإخراج المتألق دائما عيسى سبيل في إعداد هذه الحلقة الزميل الأخ العزيز حسني البلاونة وأيضا هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي ما نبتدي معاكم يعني برنامجنا بالفقرة التغذوية لأن اليوم ما شاء الله عندنا مجموعة من المواضيع اللي ما نتكلم عنها لكن حلو أنه نبتدي بالمكسرات وفوايدها معانا سامية خالد خصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي صباح جل الله بالخير سامية صباح النور والسرور أهلا وسهلا حياكم الله يا أهلا ما كان مكسرات شكلت على الصبح ما شاء الله نشاط خبرين نشوفوا هاي المكسرات بداية الموضوع اليوم كتير مهم كما هي العادة في مواضيعنا لكن كونها المكسرات تعتبر من السهل الممتنى المكسرات غنية جدا بالدهون ولذلك يخلط البعض بين فائدتها الصحية وبين محتواها من الدهون هي نعم فعلا غنية بالدهون لكن الدهون الصحية التي يحتاجها الجسم خلينا نفرق بين نوعين من الدهون هناك دهون ضارة يجب الامتناء عنها وهي الموجودة بالمنتجات الحيوانية لكن الدهون اللي بالمكسرات هي الدهون الموفيدة وهو تكمن أهميتها وفائدتها للجميع فمثلا عنا طبعا المكسرات مثل ما بيعرف العديد منها الجوز أو احنا بنسميها في الخليج عين الجمل عنا اللوز عنا الفسطوق فارح نتكلم عنهم بتفصيل المومل إن شاء الله نبدأ بالجوز فأهمية الجوز تكمن فيه أنه مقوّل الجهاز الهضمي حيث أن يساعد على الهضم بسبب احتواءه على البروتينات ثالث الهضم وعلى الدهون اللي تكلمنا عنها إنها أحادية الإشباع ثانيا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب الدهون الأحادية الغير مشبعة في المكسرات تؤدي إلى حماية الشرايين والأوردة وبالتالي تحمي القلب من الجلطات والسكتات الدماغية أيضا من فوائد الجوز أو عين الجوز ولذلك يعني إحنا كمان بنقول حتى شكل الشكل الخارج للجوز شكله قريب جدا من شكل الدماغ وهذا لم يأتي عبثا فهو مفيد جدا للأعصاب مفيد جدا للذاكرة والله أنا هاي المعلومة سامي أنا شفتها في الإنترنت هذه المعلومة أن أشكال الفواكه وشذا تتعبر عن الفوائد هذا علميا هذا الكلام سليم يعني ولا لا نعم السليم وذلك أصلا أن الجوز يحتوي على العديد من الفيتامينات بي المهمة جدا للأعصاب هو مخزن مخزن لفيتامينات بي وإذا إحنا دورنا في مثل ما تقول المباحث العلمية أو المراجع العلمية بحثنا عن أهمية فيتامينات بي هي المحرك الأساسي للأعصاب والوقود الأساسي للأعصاب فهي مهمة جدا للذاكرة مهمة جدا للتركيز مهمة جدا للعديد من الوظائف الدماغية فعلا هي أهميتها حسب شكلها هذا فعلا يعني دليل علمي صحيح اللوز اللوز هذا نحن عندنا ترى اللوز شوي مختلف البيضام ننتج التكلمين عن البيضام لأن اللوز نحن عندنا تعرفين لوز لا أنا أتكلمت الجوز اليوز أنتم تسمونها اليوز هو عين الجمل ممتاز عشان بس نفرق ما بين الجوز هو عين الجمل هذا إحنا اللي تكلمنا بداية أول واحد من المكسرات وهو أغنى عنصر من المكسروات في القيمة الغذائية إضافة إلى أنه أيضا من فوائده العديد طبعا إحنا رح نتكلم عن أهمها ينشط الدماغ تكلمنا يمنع فقر الدم يحتوي كمية عالية من الحديد التي تنشط تصنيع الكريات الدم الحمراء وبالتالي يمنع من الإصابة بفقر الدم أو الأشخاص اللي بعانوا من فقر الدم إذا تناولوا كمية محددة من الجوز أو عين الجمل بشكل منتظم يوميا فإنه هذا يؤدي إلى علاج فقر الدم فهو مفيد للحوامل للمرضعين للرياضيين للأطفال لمرضى الأعصاب لأي شخص مصاب أيضا بالضعف الجسم هذا بالنسبة للجوز أو اليوز عين الجمل ممتاز ممتاز ننتقل لللوز أو إحنا كمان نسمي في مجتمعنا الخليجي البيضام لا يقل أهمية عن الجوز يغذي الجلد فبالتالي هو مفيد جماليا للسيدات اللي بيبحثوا عن الجمال عن علاج البشرة فهو جدا غني أيضا بالفيتامينات اللي بتساعد على حماية الجلد من التآكل من الجفاف يعالج كثير من أمراض الجلد تشقق الجلد جفاف اليدين والرجلين إذا بنتكلم عن حليب اللوز أيضا يستخرج منه حليب يفيد جدا لأمراض الصدر وللأشخاص اللي عندهم حساسية من الحليب البقري العادي نوصيهم بتناول حليب اللوز غني جدا بالفوائد الغذائية ويخلو من مادة اللاكتوز اللي تسبب الحساسية فهو بديل جيد جدا أيضا يهدئ الآصاب ينشط الدماء يحمل مجلطات بالإضافة إلى العديد من الفوائد وأيضا كمان نفس الشيء ننصح فيه للحامل والمرضع الرياضيين الأشخاص اللي عندهم فقر دم الأشخاص اللي عندهم ضعف تغذية هذا بالنسبة لللوز العنصر اللي بعده أو المكسرات النوع اللي بعدها هو البندق أو الفستق احنا نسميه هو أيضا من المواد الغذائية الغنية بالعناصر هو أيضا مفيد للأسنان واللثة وذلك الاحتواء على مادة الفلور يعني يحتوي البندق على عنصر الفلور المهم اللي بتضيفوه في معجون الأسنان فهو يساعد على بناء بلثة سليمة وأسنان قوية يحمي أيضا من مشاكل القلب حاله حال بقية المكسرات كونه مثل ما تكلمنا يحتوي على دهون المفيدة غني بعنصر الماغنيسيوم والذي أيضا يساعد على اتزان السوائل في الجسم واتزان الأملاح مفيد في إنقاص الوزن وهنا أكيد المستمعين رح يعلقوا على هذا الموضوع وكيف مكسرات تساعد في تخفيف الوزن أو إنقاص الوزن إذا أخذنا في نظامنا الغذائي بكمية محددة فهو يساعد على تخفيف الوزن وذلك لأنه يؤدي إلى الشبع يعني جرد تأخذ كمية من المكسرات كوجبة خفيفة بين الوجبات تحس نفسك شبعان لفترة كثير طويلة فبالتالي استهلاكك من السعرات الحرارية في بقية اليوم يكون قليل جدا ويساعدك على تخفيف الوزن في شغلة مهمة هني أستاذة سامية المكسرات يا جماعة الخير مبهد اللي فيها ملح نيئة في المكسرات الصحية نتكلم عنها اللي هي خالية غير محمصة بالضبط غير محمصة وغير مملحة لأنها تعرضت للتحميز نحن نظفنا فيها زيوت وتعرضت للحرارة ونظفنا لها ملح تحتبس السوائل في الجسم نحن نتكلم عن المكسرات النيئة التي لم تتعرض لأي عملية من عمليات الطبخ أو الطهوف وفي ناس ما يستسيغونها سامية ولكن هي في البداية لكن مع الأيام خلاص الواحد يعني يتعود على طعامها وبالعكس إذا حط فيها ملح ولا شيء يشوف أن طعامها غريب أصلا إذا تعرفنا على فوائدها صراحة يعني إحنا نجاهل طعم يعني نجاهل موضوع الطعام لأن صراحة فوائدها عظيمة جدا وغنية جدا جدا بالمواد التي لا يمكن نحصلها بأي عنصر غذائي آخر للأسف يعني لو نبحث في كل الأكلات عن شيء شبيه بالمكسرات أو فوائد المكسرات ما بنحصلها للناس اللي ما بيستسيغوها يعني إذا حسوا أن طعمها مش مستسغ بس هم حريصين أنهم يتناولوها إحنا ننصحوا مثلا بالنسبة للأطفال إحنا نقول لهم اطحنيها اطحنيها بحيث أنها تستوي مثل البودرة وهاي البودرة كيف؟ إحنا نضيفها في الأكل يعني نسميه غش نغش الأكل بس الطريقة صحية يعني ممكن نضيفها للحليب نضيفها للعيش للشوربة أنت هم بتحصل فوائدها الغنية بالضبط هذا ذكرتيني أنه واحد من أصحابنا يزاه الله خير دائما يقول يقول يا أخي أي شيء حلو ما بصحي وأي شيء صحي ما بحلو صحيح للأسف لا بس هي الفكرة أجمع بس أول أول فترة بعدين خلاص اللسان والجسم يتعود على الطعن الصحي نحن شاكرين اي تفضل يعني احنا مثلا كمان موضوع الماء يعني في كتير ناس نصحم بالماء يقول أنا ما أستطيعه وأنا ما أحبه أقول أنتوا اللي تسول الجسم إدمان على شرب الماء إذا أنت بدأت تشرب الماء تدريجيا نسمك رح يطلبه رح تحبه بجميع حالات وهكذا بالنسبة للمواد الغذائية الأخرى شاكرين لك أستاذ أسامية خالد أخصائية التغذية العلاجية في أية صحاب الدواء شكرا جزيلا لك الله يخليك يا أهل مزل نحن نبغيكم أحيانا تروحون تعكلوا مكسرات أخذوا لكم صحة مكسرات مكسرات صحية مثل ما أقلنا ما بالمحمصة والملحة منزل شوفوا ما شاء الله عليها سامية نشيطة اليوم يعني تطلع وتتكلم وكذا بنشاط فنطلع فاصل نحن بعد الفاصل ما نتكلم عن موضوع جميل بعد أيضا في الحلقة اليوم من استضيف دكتور ياسر السعيدي استشاري جراحة المسالك البولية في مستشفى دبي ما أخبركم شو الموضوع لما أطرحها لأنه فيه تقنية جديدة موجودة في المستشفى ما أخبركم عنها فاصلوا راجعين صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعاتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي إذن أرقام التواصل معانا مستمعين أربعة صفر صفر ستة هذه للرسائل النصية وللاتصال على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة ساعات أنا يوم بعيد الرقم مرتين والله أنسى أحس أني أغلط في الرقم ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة بس يوم تطلع تلقائيا والله بروحها تطلع عموما نحن ما ننتقل لواحد من المواطيع المهمة لجمهور المتعاملين مع هيئة الصحة بدبي مع جهود الهيئة لتوفير خدمات متميزة للمرضى والمتعاملين بشكل عام الهيئة قامت بتوحيد تطبيقاتها الذكية لتكون ضمن تطبيق واحد سهل الاستخدام ويتضمن كافة الخدمات الذكية اللي يحتاجها المريض نتكلم عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف أخونا الغالي وليد الظهوري رئيس قسم تطوير التطبيقات الذكية في هيئة الصحبة دبي صباحك الله بالخير وليد صباحك الله بالنور والسرور أستاذ محنو يا هلا اليوم نريد أن نتكلم عن التطبيق الموحد للهيئة دعنا نستعرض بشكل سريع ماذا كان الوضع والحين ماذا صار كان هناك تطبيقات عدة للهيئة المستخدم كان يتضر أن ينزل أكثر عن التطبيق ما أطلق التطبيق هذا بسم الله شيخ حمدان بن محمد في معرفة جايتك أطلقنا التطبيق كل موحد وفي حالينا تطبيق هذا مجموعة من الخدمات بذلك لا يكون لديك أكثر عن تطبيق من الخدمات الحالية اللي عندنا نحن خدمات التطبيق تعلق بالموعيد نتائج تحليل المختبر الأدوية الموصوفة وبعد عندنا نحن التطبيق التبرع بالدم خلال خدمات التبرع بالدم ورصلاع تعبئات الاستمارة الذكية ونحن نتعرف على مراحل التبرع بالدم بالمواد العلمية اللي هي كمتبرش لازم تتفيد منها وتقراها وبعد خدمة التحقق من حالة الطلق في صحص الليقة التطبيق ومجموعة من الخدمات الأخرى ما تستواصل مع هيئة الصحة باستشار على المعلومات معينة التواصل المباشر عن طريق المحادثة ومجموعة كبيرة من الخدمات وبعد في خدمات إن شاء الله بكم موجودة يعني خلال شهر الريان إن شاء الله بنستهتف للحاقم الطبي عندنا نهل الهياء وبدل الخدمات الطبية إن شاء الله يعني دمجته مجموعة تطبيقات في تطبيق واحد حين شو اسم التطبيق هذا؟ اسمه دي أجي دي أجي تطبيق هيئة الصحة تطبيق هيئة الصحة بالعربي هيئة الصحة بدبي ايوان ونقدر نكتب دي أجي من دبي هيلث أثوريتي يطلع لنا على العاب السور والأندرويد بالضبط وتطبيق باللغتين العربية والإنجليزية ممتاز جدا يعني ومصبر لك هنقبر في تضطر أنك تحضر للمؤسسات عندنا الحصوحية عشان تفعل حسابك الطبي لكن احينا خلط من كل هذا التطبيق هذا تفعيل بكم تلقائي أزي خبرنا عن أهم الشغلات والمعلومات اللي يضمن هذا التطبيق التطبيق هذا يضمن مثل ما قلنا الخدمات الطبية لو أنا أريد أن أرى المواعيد القادمة وألغي موعد المواعيد السابقة الوصفات الطبية لا سمح الله أن أتسافر وأريد أن أطلع وتكون المواعيد الوصفات الطبية في إيدي طول الوقت عندك نتاج تحليل المختبر في القياسات نفسها يعني أنت هل أنت نحن نقوم بالمعدل الطبيعي داخل المعدل الطبيعي في المعدل الطبيعي التبرع بالدم هذه استمارة دكية قبل أن تضطر أن تحضر عندنا نحن نحن نهيئة على استمارة بالدم فإن تحضر بحين من خلال استمارة الدكية نستطيع تعبيل بيانات التبرع كاملة وتراه إن ينطبق عليك التبرع والدم وبعد المركز لا يسرى يستوي فقط الرمز التي ينضح لديك وبيانات كلها تدخل طبقائي تناول النظام وبعد تدخل في جرعات التبرع ويقل الوقت كبيرا من التبرع ونفس الشيء بعد النصائح الأشعالية كما تبرع على الأشياء اللازم يسويها قبل التبرع وبعد التبرع ويعني كثير مواعي المواد العلمية طيب وليد أنا أذكر يعني في عندنا تطبيقات مثل تطبيق صحتي هذا كان تطبيق موجود وكذا هل توقفونه ولا بيكون مستمر الحين مع التعديلات اليدية تطبيق صحتي ضمن الخطة عندنا نحن لقائد الشهر إن شاء الله بيكون بنوضع التطبيق هذا حابين نوجه للجمهور أن ينزلون تطبيق حياة الصحة الرئيسي حين ما قلنا هو أسباب العربي حياة الصحة في دبي ودبي هاتف ثورتي ومن خلاله يستخدمون الخدمات التطبيق نعودهم بخدمات يكون إضافية بعد مستطفل ممتاز في تطبيقات ثانية كانت بعد قفلي وهذه التطبيقات وريد أنا أذكر أنه كان فيها يعني العديد من المعلومات والعديد من الأشياء اللي موجودة فيها يعني ما أدري كيف ممكن نحصل هذه المعلومات هل بتتوقف هذه التطبيقات بعدد ثاني ولا لا هاتف تطبيقات هو نحن تطبيق هي الصحة الرئيسي غرض مننا أكثر شيء خدمي عن شو الخدمات اللي يستخدمون لها خدمة أيوة هي لكن تطبيق صفلي وحياتي هم كثريتهم تطبيقات متخصصة توعوية أيوة هي توعوية وتخصصة أيوة لو أنت محتاج التأم شو خلال فترة قبل ما تحملين شو محتاج تسوين خلال فترة الحمل شو المراحل اللي أنت تمرين فيها فاكتريتا هذي مواد رشادية وتوعوية ممتاز ممتاز وبعد فترة الحمل الطفل شو المراحل اللي يمر فيها الطفل شو الأعراض اللي تمر على الطفل على ستكون طبيعي مش طبيعي وبعد مننا الوجبات الغدائية وأشياء كثيرة وتطبيق حياتي هو أكثر شيء لمرضى السكري والفعل الأولى والثانية وبعد اللي عندهم خطر لصابة بالسكري كيف أنت تتجنب بالسكري وهذه الخدمات يعني غيرها لك شيء توعوية الأكثر منها هي خدمية ممتاز هذه نحن نذكرها لأن بأمانة يعني من التطبيقات المميزة تأخذ المعلومات من جهة حكومية معتمدة كل معلومة موجودة في هذه التطبيقات هي معلومة علمية صحيحة 100% يعني اللي يدورون في الانترنت ممكن يأخذون بعض المعلومات الغلط بعض الشغلات اللي اللي ما تكون صح يعني الواحد ممكن يشوفه في الانترنت ولكن من خلال هذه التطبيقين نحن ندعو الجمهور بعد كذلك أنهم ينزلونهم لكن اليوم تركيزنا على تطبيق دي اتش اي أو تطبيق هيئة الصحة يا جماعة الخير نرجو اللي كان يتعامل مع التطبيق صحتي يوقف التعامل مع ذاك التطبيق لأنه حاليا الآن نحن انتقلنا إلى توحيد هذه الخدمات كلها اللي كانت مفرقة في عدة تطبيقات إلى تطبيق واحد أستاذ وليد يعني مع نهاية هذا الشهر يعني كان باقي باقي تقريبا ثلاثة ايام أو أربعة ايام راح توقف هذا التطبيق ورح نشتغل على دي اتش اي فقط أهمية التطبيقات ودورها في رفع سعادة المرضى والمتعاملين صد وليد هو طبعا تطبيقات أول شيء مبدأ الحكومة الموحدة حكومة ذكية يعني مرضايا أن تحضر تحصل بعض الخدمات ولا المعلومات من خلال هذه قنوات تفاعلية نفس الوقت مع عدة الحزم المتعاملين نحصل فيها ملاحظات ثوم ونبدأ خدماتنا عليها على الملاحظات هذه ويعني مثل ما قلت لك أنت عندك مبدأ الحكومة 24 ساعة 24 ساعة اللي يسمونها 24 ساعة في الأسبوع نعم طيب إذن يعني جميل أن الواحد يخلص أمورها كلها عن طريق التطبيق هنا من تجربة يعني التطبيقات هذه وايد مهمة كثير من الخدمات ممكن تخلصها أيضا إن شاء الله يعني في عندنا نحن أطلاقنا أيضا بعض التطبيقات منها Health Booking Health Booking هذا التطبيق وايد جميل وايد مهم نتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله في الأيام القادمة بيسهل علينا اختيار الأطباء والمواعيد في إمارة دبي إن شاء الله حسب ما من نخلص إن شاء الله البروجيكت كامل بيكون تطبيق التطبيق هائل للتعامل من قبل هذا بيكون يعني مثل مثل تطبيقات حجوزات الفنادق وكذا تقيم الدكتور تقيم المنشأة الصحية تقدر من خلال إن كنت كذلك يعني تاخذ مواعيدك مع الدكاترا الملف الطبي بيكون موجود في بوكينج هيلث بوكينج كما حل أولا لا بعد بس جدام إن شاء الله طيب بعدين يدرسون الموضوع هل بيكون تركيز بس على المواعيد والطبي ممتاز ممتاز نحن ما نريد ندخل في التفاصيل هذا لأن اليوم نحن نتكلم عن دي اتش اي تطبيق دي اتش اي اللي هو تطبيق حيات الصحة في دبي في شيء تبغي تضيف الساد وليد قبل أن نختم معاك والله حابة أشكر المجتمعين وشكرا أشكر طاقم الطبي اللي هو قدم لنا دعم كامل لإنجاز هذه المشاكل شكرا جزيلا لك إذن كان معنا عبر الهاتف الساد وليد الظهوري رئيس قسم تطوير التطبيقات كنا نتكلم عن توحيد التطبيقات الذكية في عائلة الصحة في دبي يعني يا جماعة في الخير نتمنى تنزلون تطبيق دي اتش اي تاخذون رقمكم رقم ملفكم وكذا وتسجلون في هذا التطبيق لأن فيه العديد من الخدمات اللي ممكن تأخذها وتستفيد منها من خلال التطبيق هذا في التعامل مع هيئة الصحة بيوفر عليك وايدة السادة بتوفر علينا نحن بعد وايدة السادة أساس أن نحن بعض الأحياناتين بعض الاسترسارات بعض الشغلات حتى على الكول سنتر بعد كذلك هذا أن أتعامل فيه مع كل الدوائر الحكومية للأمانة إذا أنا عندي أي معاملة عندي أي شغلة من خلال التطبيق معين مع الدائرة أقدر أخلص يعني زاهم الله خير اليوم نحن مثل ما يوجهنا دايما سيدي صاحب السمو الشيخ محمد براشدال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراحة حاكم دبي يقول الحكومة لازم تعمل 24 ساعة سبعة أيام عندك أي شغلة ما عندك نتوجه هذا التوجه أيضا الدكاء الاصطناعي داخل في تخليص هذه المعاملات اليوم نحن نتكلم عن الدكاء الاصطناعي في رفع سعادة الناس وأيضا الدقة في المعلومات وأيضا الجودة والسرعة سرعة الإنجاز فكل هذه المواضيع يعني وين تقودنا تقودنا إلى مدينة المستقبل اللي هي مدينة دبي ودولة الإمارات في عنا مكالمة نأخذ مداخلة قبل أن نطلع فاصل أخي عيسى ألو مرحبا يا هلا أعقب صباح خير يا هلا خميس شحارك تفضل يا سيدي نبتر أنت طالع يوم الأربعة خميس ما علي نحن نطالع عمرك وياك الله يسلم يا نحن يا أنت أنت طبعا لا أنت طبعا مبنح هاي تفضل يا سيدي الله يحظك أنا عندي سؤال وأكثر من الناس وأكثر من المواطنين لحد الآن يعني الرؤية ما متروحة معنا نعم وهو بخصوص الزمان الصحي الزمان الصحي المبالغ الذي هي مرصودة لكل مواطن كم ما معروف أثنين أنك لما تروح للمستشفى مثلا باعها اليومان مثلا الأثناء المستشفى الحكومة الحمد لله متوفرة ولكن مواعيدها متأخرى شوف من هنا إلى هنا لكن نحن هنا لما نروح لك لمستشفى وعيادة خاصة يعمل الفحص ويعمل كذا وما أدرك يقول لك أوكي أنا برسل لك تامين حتى أجي من الموافقة بعد لما أجيك الموافقة يقول لك لا والله تامين ما يسمح أكثر من ثلاث ثلاث درهم إلى هو معالجة الأسنان ما نعرف نحن هذا المستشفى الخاص شلع السنكة حش السنكة الاختصاص اللي هو بيقوم بهالدكتور كام ما العرب إذن الحين مثلا فيه أطفال خاصة أسانهم رايحة ألو أسمعك خميس أسمعك أسمعني يقول لك لا والله التامين ما يغطي الحمد لله الله يطول عمر الشيو وفروا هالتامين وفروا هذه الأمكانية وفروا يعني جميع الجهد اللي في ما يستهل المواطن تجي المستشفيات كل مستشفي بسعره وكل مستشفي بقيمته وكل مستشفي مثل ما تقول يعني الناس طائعة نعم فنحن نبغي شيء يبين لنا يا أخي ظهرنا حد من السمين الصحي المواطن تخصص مثلا مثلا المتزمال مثلا يعني ما أقول يا ويوتر نعم أنت شخصيا تروح لك لحيادة أثنان وتقول مثلا عندي حكوة سن أو سنين أو خلع أو كذا يقول لك لا والله التامين ما يسح نرسل للتامين يقول لك لا رافض لأنك ما يسمح لك أكثر من ذات الثلاث جاءنا المهايذة الثلاث جاءنا موايدة أنا لو بروح عيادة برح ممكن أعمل مثلا بخمس مئة باربع مئة باربع المستشفي موافقة يوم ويومين واضح خميس واضح أنا 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 بس بس ألك سؤال تحت الهو بخلي ميرا بس بتوصيهم أنهم يتصلون فيك على طول تحت الهو على السبسارات هذه بس أبغيك تعطيهم تاريخ ويوم محدد لبعض الشغلات اللي صارت معاك على أساس يرجعون للموضوع بشكل مفصل هذا واحد اثنين المفروض أي شركة تأمين أنت تابع لها سواء كنت موظف في حكومة دبي أو موظف الغطاء الخاص أو وين ما كان التأمين اللي موجود عندك بالضبط يعطونك تفاصيل العيادات والمستشفيات اللي أنت تدخل فيها ولمة مالك هذا لازم يكون موجود عندك نعم هذا يرسلو لك أو يمكن أنت طافك أنا اللي عارف أنه يرسلون يعني أنا بالنسبة لشركة التأمين أنا عارف كل العيادات بالأماكن بالمنطقة الجغرافية في دولة الإمارات كلها نعم عارفين يا أبو يوسف فالسلام لكن أنا لا أستطيع أتكلم بالكلمة هذه ممن حقي لكن أنت عارف بنفسك يعني أنا حين أنا أكلم من الأخ وليأخ وليأ لا أكلم المسؤولة وأكلم متفاوته ما في سعر محدد بقول لك ليش ما رافضة السياحة الصحية هذا النظام عالمي في كل مكان في دول العالم هي في دول العالم اليوم نحنت نتكلم عن في عيادة زي نتقدم لك خدمات خمس نجوم نعم في عيادة تقدم لك خدمات أربع نجوم في عيادة تقدم لك خدمات ثلاث نجوم أنت في النهاية الخدمات هذه يعطونك أكسرا 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 على حسب اللي أنت تبغي بغض النظر عن شو ما كان لأن هذا نوع من التنافس الجميل أيضا عندك أنت تنافس لتقديم خدمة أفضل بسعر أفضل عرفت المفروض أن هذا التنافس يكون بهذا الشكل واليوم نحن أنا كنت أتكلم قبل الفاصل أو قبل شوي مع وليد على health booking هذا التطبيق بتنزل فيه إن شاء الله يعني مستقبل نشوف شو اللي بيصير بيكون عندك حجوزات للقطاع الحكومي والقطاع الخاص المستشفيات العيادات كلها إن شاء الله بتكون ضمن هذا التطبيق على الفيزريا يعني إن شاء الله هي عملية مراحل شو عندك من خيارات تعالي شو بتسوي خميس بتقيم الدكتور بتقيم خدمات المستشفى بتقيم كل شيء مثل موقع booking.com هذا ما الفنادق نفس الموضوع بيكون على الصحة بالنسبة للخدمات لكذا لغيرها فبيرتفع رية العيادة والدكتور والمستشفى على حسب تعامل الناس معهم هذا اللي أنت تقوله هذا كله بيكون شيء لأنه في النهاية هي خدمات تقدم للناس إذا المستفيد هو في النهاية الزبون اللي هو المتعامل المتعامل هو صاحب القرار أن يقول هذه الخدمة صح ولا غلط عرفت كيف؟ فإذا كان الله خير بيتصلون فيك الحين إن شاء الله تحت الهواء عطهم بس التواريخ والأماكن وكذا حتى العيادة حتى بالنسبة لي زيارتك لمراكزنا الصحية للأسنان أو كذا إذا صار عندك أي موقف أو أي شيء عطهم بالتاريخ بكذا قلهم صار معايا واحد اثنين ثلاثة أربعة ليش؟ لأن هذه تهمنا نحن يمكن بعض الأحيان نحن ما ننتبه على بعض الخدمات لأن في النهاية نحن بشر عرفت؟ نحن بشر وممكن تكون خدمة جيدة ممكن اليوم هذا ما كان اللي في التسجيل مزاجة حلو يعني ومو من حقه يكون مزاجة مو حلو مع المتعامل فننبه لهذه المواضيع ندخلهم دورات هناك خشمت يعني هناك في شيء يعني سؤال يفرض نفسه اليوم الحمد لله رب العالمين نحن في دولة الإمارات يعني الآن المستشفات الأطباء الخاصة الأشركات ينظرون نظرة واحدة بس إلى الحكومة والشوخ اللي قاعدين يدفعون هذا الشيء يا أخي ما يساهمون بالبسيط يا أخي ساهمون بالبسيط هذا موضوع آخر هم يساهمون بشكل وبي آخر أنا إن شاء الله خلال يومين هذين إن شاء الله يا رب أعلن عن شغلة جميلة بعد هيئة الصحة سويتنا خليها على المفاجأة أزيل خليها على المفاجأة ما أبغي أحرق كل شيء اليوم سأتعلق بيها مشكور أخوي الغالي هلا شكرا إذن نطلع فاصل بعد فاصل ما نتكلم عن موضوع وايد جميل بيكون معنا دكتور أيضا جميل ودكتور ياسر السعيدي استشاري جراحة المسالك البولية في مسجد بي طبعا دكتور ياسر أنتم عرفتوه من تقنية 3D اليوم بيكلمنا عن تقنية يديدة بعد الفاصل إن شاء الله نتعرف عليها وأيضا دكتور ياسر أنا أحب أقول وأقدمه بهذا الشكل أنه أول مواطن عندنا في الإمارات يدرس في أمريكا في فرنسا عفوا ليس في أمريكا في فرنسا جراحة الروبوتات يعني شيء جميل جراحة متخصصة في هذا الموضوع وإن شاء الله يا رب نشوفها في مستشفيات الهيئة جدا عموما ما ندخل وايد في هذه التفاصيل نحن موضوعنا عن التقنية الحديثة هذه بعد الفاصل فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين كرام حالكم الله معنا في برنامتكم صحة وسعادة هناك رسالة تقول عندي ملاحظة على مستشفى دبي ياريت تتصلين في ميرا تشوفين شو يبغي بالضبط هل بيطلع معنا على الهوى يبغي تحت الهوى نخلصنا الموضوع شوفي شو اللي محتاج لنا ونحن حاضرين أو أن تصل فينا على 651-414 يا صاحب الرسالة اللي عندك ملاحظة على المستشفى دبي من المستشفى دبي أنا عندي دكتور ياسر سعيدي استشاري جراحة المساركة البولية أوش صبحك الله بالخير دكتور صبحك الله بالله زمان عنك مسافر ولا موجود لا موجود موجود ما نشوف قاطعنا اليوم الهيئة بدت بإدخال تقنيات متطورة لعلاج حصى الكلى واستعصال سرطان البروستات في مسشف بي هذا ضمن المساعي المستمر للهيئة لمواكبة التقنيات الحديثة والمسجدات العالمية في هذا المجال أنا يليت دكتور تعطيني فكرة عن هذه التقنية تقنية تفتيت حصى الكلى وشو هي آلية عملها بشكل مبسط أن الواحد يفهم شو الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لعلاج حصى الكلى طبعا فيه تقنيات مختلفة موجودة على مستوى العالم من هذه التقنيات اللي هو التفتيت الخارجي للحصيات اللي تكون أصغر عن واحد سانتي طبعا فيه حالات يكون عندهم كمية الحصى أكبر من المعتاد المعتاد فيه ناس تكون عندهم الكلية مليانة بحصيات في حوض الكلية وفيه حتى الغرف اللي موجودة في الكلية بالشكل أن الحصوة تكون سادة الكلية بالكامل هاي تعتبر من الحالات المعقدة في هاي الحالات عادة الجراحة التقليدية تكون عن طريق شق البطن وفتح الكلية نصين واستأصال الحصى بدت عمليات المناظير بعمل فتحة صغيرة عن طريق الجلد وتوسيع قناة أو نفق إلي حوض الكلية والدخول عن طريق المنظار ومحاولة تفتيت وإزالة الحصى مطفقة التفتيت مع الإزالة طبعا العمليات هذه اللي كانت التم بالمنظار كانت تحتاج أن المريض ينحط في وضعيتين مختلفات أثناء العملية وأثناء ما يكون تحت التخدير الكامل مما كانوا يواجههم صعوبة خصوصا في المرضى تكون أوزانهم كبيرة كبيرة صحيح مزين وبعدين التخدير لما المريض ينحط على بطنه على أساس يقدرون يسوون الفتحة في الخاصرة ويدخلون بالمنظار في الكلية أحيانا حتى مراقبة المريض مراقبة الأنبوب التنفس يتحرك يتحرك هذا كان شوية صعب على طباء التخدير طبعا التقنية اليديدة الحين اللي قمنا نسويها في مستشفى أنا من رديت من فرنسا تقريبا ثلاث سنوات بدأت أول حالة تقريبا في 2017 نعم بدأنا نسوي العملية والمريض في الوضعية الطبيعية أوكي ندخل بالمنظار عن طريق المجرى المسالك البولية الطبيعي أوكي وفي نفس الوقت نعمل الفتحة هذه في الخاصرة ونسوي توسعة المجرى أو عمل النفق هذا ونوصل بالمنظار في حوض الكلية فنشتغل من الجهتين بمنظارين أوكي لهذا السبب اسمه المنظار المزدوج أو بالانجليزي بالانجليزي يسمونه combined PCNL مع flexible eurotroscopy بهاي التقنية خالنا بالعربي مزدوج أحسن بالمزدوج شكل أحلى يمكن يذكر الناس بقرندايزي مميزات هذه التقنية دكتور أن نقدر نخلص المريض في جلسة وحدة بدال ما يحتاج أكثر من جلسة لتفتيت الحصة وتنظيف الكلية المريض يفتك من هالموضوع في جلسة وحدة فبالتالي يرجع البيت خلال أيام معدود ثلاث لخمسة أيام يكون في البيت ويرد لدوامة في فترة عشرة أيام لأسبوعين ماكسمم طبعا في الحالات السابقة كنا نحتاج نسوي أكثر من جلسة فالمريض ممكن يتم فترة ثلاثة شهور ما بين المستشفى وما بين البيت ساير راد لما نوصل التنظيف كامل لكلية الشيء الثاني يوفر على المريض حتى الفتحات التي نسويها في الخاصرة قبل أن نضطر أحيانا نعمل أكثر من فتحة على أساس نقدر ندخل على جميع الغرف الموجودة في الكلية ونحاول ننظف قدر الأمكان مما يزيد نسبة حدوث مضاعفات من هالنزيف بس الحين بالتقنية اليديدة لأنه ندخل بمنظارين فنقدر ننظف الكلية كلها بفتحة وحدة فقط وهالشيء رح يقلل تكلفة حتى على المريض يعني وحتى على شركات التأمين وحتى في النهاية على الحكومة صحيح دكتور أيضا يعني نحن انتقلنا من الجراحة العادية التي هي شق الجسم والكلية إلى نصين وتطلع لهذا أنت اليوم أنصلي إلى هذه المرحلة أنا كنت بمنظارين في جهسة واحدة تخلص هذا الموضوع هذا شيء جميل جدا اليوم كم عدد العمليات التي سويتوها من خلال هذه التقنية من بلش ثلاثة شهور الحينة تقريبا من سنتين بدينا طبعا ما نستخدم هذه التقنية إلا الحالات المعقدة لكمية الحصة تكون عندهم كبيرة فلين الحين جرينا عشرين عملية في مستشفة بي لله الحمد كل الناجحات وكل الحمد لله النجاح تام طبعا نستخدم نفس المنظار هذا بالطريقة التقليدية في حالات ثانية ما تستدعي لعملية المنظار المزدوج لكن في الحالات التي يكون فيها مواصفات تحتاج لهذا نوع من التدخل الجراحي نستخدم هذه العمليات طبعا في حالة كانت حالة معقدة مريضة وزنها 160 كيلو وعند حصوة كاملة في حواظ الكلية نحن وخلصنا العملية هاي كلها في جلسة وحدة ونشرناها في مؤتمر علمي وحازت على الجالزة المرتبة الأولى بعد لاستخدام هاي التقنية طبعا التقنية هذه موجودة في العالم في عدة أماكن أنا بديتها في 2011 في فرنسا وحاليا في الإمارات بعد متابعين المشوار فخورين جدا دكتور يعني هذه النماذج الإماراتية اللي تصل للعالمية وتحقق مثل هذه الإنجازات دكتور أيضا المنظار الجراحي نتكلم عن استصال سرطان البروتستات متى تم استخدام هذه التقنية في مستشفى دبي وعدد العمليات اللي سويتها من خلال هذا المنظار هل هو مختلف أصلا هو المنظار مختلف تماما لأن التقنية نفسه المنظار واحد ومنظارين لكن العملية هذه العمليات التقليدية طبعا للبروتستات هي عن طريق الفتح واستأصال البروتستات المرحلة الثانية كانت عملية المناظر عن طريق عدة فتحات في البطن ودخول بمنظار عادي وإجراء العملية واستأصال البروتستات خصوصا في حالات السرطان حاليا حين المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة اللي هي المنظار المرحلة المتطورة الأخيرة اللي هي الروبوت وإن شاء الله قريبا إن شاء الله يكون عندنا بعد في هيئة الصحة لا إن شاء الله نترين ميزات هذه التقنية دكتور وأيضا الخدمات اللي أنتوا تقدمون للمرضى أكيد يعني هذه التقنيات تتساهم بشكل كبير في رفع الرضا عند المتعاملين أيضا دكتور وجودها ضروري جدا في هذه العمليات نحن نتكلم شكل عام عن التقنيات اللي نحن موجودة عادة للأسف يعني في ناس ما يثقون كذلك دكتور يعني أنا أسمع بعض التعليقات إيجابية وسلبية يعني أسمع من الطرفين في أحد يقول لا نحن نروح نبغي المستشفى الحكومي نسوي هذه العمل في أحد يقول لا أنا ما أتقل المستشفى الحكومي الحمد لله في الحالات الصعبة والحالات المعقدة الحالات تتحول لنا حتى من المستشفيات الخاصة لأن الإمكانيات اللي موجودة قد لا تكون كافية لعلاج الحالة هذه الحالة المرضية نحن في أية الصحة إمكانياتنا جدا عالية الحمد لله الإمكانيات موجودة وحتى الطاقم الطبي اللي موجود على مستوى عالي ممتاز والإمكانيات الحالة بسلطانات البرستات الحصة حالات كثيرة حتى الحالات عمليات الترميمية ترميم الحالة ترميم حوض الكلية ترميم المثانا هذه الحالات كلها تجرى عنا بشكل روتيني في أية الصحة وفي مستشفى البي جميل هنا رسالة أبو عبدالله يقول أرجو الاتصال لشكركم لما قدمتموه لي من حل مشكلة أبو عبدالله واجبنا نحن بالعكس رسالتك وصلت يعني لا شكر على واجب نحن هذا واجبنا لكم سيفو الهرمودي يقول أسأل الدكتور عندي ثلاث حصوات ثنتين في اليمين ووحدة في اليسار تعبت وانا أشرب ماي ولينا الحين من سنة فيني ولا نزل شيء مرة وحدة يا نعوار شي يسوي دكتور إذا حاليا عند ألم الخطوة الأولى أنه لازم يطوارع على أساس نسوي للإجراءات اللازمة من هالأشعة والتحاليل على أساس أول شيء نتأكد عن مكان وجود الحصوة الحصوة وين موجودة وهل مسببة سدادة ولا وبعدين من تركيبة الحصوة على الأشعة المقطعية وحجم الحصوة نحدد نوع الإلاج سيف على طول على مستشفى البيط على عمرك مدام عندك عوار وهذا على الطواري خليف حصونك لأن يعني الله يوريك الصحة والعافية هذه مساءل ما ينسكت دكتور قبل ما نختمعك شو تبغي تقول لنا احنا في صدد عن طريق جمعية المرات الطبية وشعبة المسالك البولية إن شاء الله وبالتعاون مع هيئة الصحة أطلاق فحوصات أو كشف مبكر عن سرطان البرستات جميل ناخذ عينة من المجتمع بداية بيكونون من المواطنين فوق سنة الخمسين لعمل فحص تحليل الدم اللي هو البي س اي ومن ثم تحديد ما إذا الشخص هذا عند احتمالية وجوز سرطان للبرستات للتشخيص المبكر والعلاج المبكر طبعا بصدد الإجراءات الإدارية وحصول الموافقات من عدة جهات حكومية وراح يكون إن شاء الله البحث على مستوى دولة الإمارات ممتاز دكتور نحن بتكون لنا استضافات قادمة لأنه في وايد مواضيع عندنا نريد نطرحها معاك شوف لنا وقتك يعني في الأيام الياية نتمنى يعني يوم ما شاء الله خميس خذ من وقت البرنامج عشر دقائق فهذا كان على حساب الوقت اللي كنا محطين وحق العديد من المحاور ولكن إن شاء الله منصدفك في أوقات يا دكتور نحن شاكري لك وقتك شاكري لك تواجدك معنا فخورين جدا بالإنجازات اللي تحققونها كطباء مواطنين في هيئة الصحة في دبي والله يوفقكم شكرا جزيلا شكرا شكرا لكم إذا كل شكر دكتور ياسر السعيد استشاري جراحة المساء الكبولية في مستشد بي شكرا ميرا لقفة اللي كانت معنا في التنسيق كل الشكر لحسن بلاونا من الإعداد في الإخراج عيسى سبيل هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العدي ونلقاكم إن شاء الله في الغد حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي